الرابع عشر من نيسان موعد انتخاب مجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدعوة وجهها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وكان من المفترض بالمجلس الحالي يعقد اجتماعا السبت المقبل إلا أنه أرجئ فسحا في المجال أمام المساعي التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رؤساء الحكومات السابقين إلا أن تحديد موعد الانتخابات أعاد خلط الأمور دعوة سماحة المفتي هي دعوة سليمية وقانونية مئة بالمئة المرسوم 18 على 55 بالمدر 55 بنص على أنه يقوم نائب رئيس المجلس مقام مفتي الجمهورية في رئاسة المجلس وإدارة أعماله في الأحوال التي يتعذر فيها على المفتي الجمهورية القيام بمهمهم التعذر صريح وواضح هو إما بالموت أو بالمرض الشديد أو بالسفار والحالات الثلاث لم تكن موجودة اللي صار أنه هذا المجلس مدد لنفسه على أبواب على بهو دار الفتوى وهذا مخالف القانون أولا لم يمدد لنفسه بحضور مفتي الجمهورية بحسب مدد 49 لم يمدد لنفسه في مقر بيروت الذي يتبع لدار الفتوى لم يكتلم النصاب بحضور الثلاثين وآخر شيء حقيقة هناك أمور فيها ريبة وقد يكون فيها تزوير أنه أخذوا المحضر وصار يمدوا بعض الأعضاء في بيوتهم سمحت المفتي فاجأهم وفاجأنا جميعا بهذا القرار الذي اتخذه وبالتالي فنحن الآن في طور دراسة ومواجهة هذا القرار الذي نعتبره قرارا لا يستند إلى القانون فلذلك نحن الآن مضطرون إلى مراجعة مجلس شورى الدولي وخصوصا وأن هناك قرار من مجلس شورى بالطلب إلى سمحت المفتي أن لا يعلن عن دعوة أي دعوة للانتخاب إلا بالاتفاق مع المجلس الشرحي الإسلامي العالم والسجال هذا لم يخلو من الاتهامات السياسية ما يقوم به أعضاء المجلس المنتهية صلاحياته هو مخالف للقانون والكل يعرف أن ما يقوم به هو الحفاظ على مصالح سياسية معينة تمحت المفتي إذا كانت له مواقف وعلاقات سياسية في هذا الإطار فهي لا علاقة لنا بها إطلاقا التباينات شملت أيضا بعض الصلاحيات والنظام الداخلي المجلس الشرحي هو مستقل في قراراته عن رعاية سماحة المفتي رغم أن سماحة المفتي هو الذي يرأسه وهو الذي يدعو إليه ولكن هذه الدعوة أو الرئاسة هي رئاسة نوع من الرعاية والمتابعة ليس إلا ولكن المجلس الشرحي يأخذ قراراته بذاته والمرسوم الاشتراعي ينص على أن يعقد المجلس جلساته في مقر مفتي الجمهورية في بيروت وتكون له قاعة خاصة ويعني ذلك أن جميع الجلسات التي تعقد خارج مقر مفتي الجمهورية وليست بحضوره ليست شرعية ولا قانونية هذا نص كلام لأستاذ عمر مصقوي اللي بنسأله اليوم نحن ما الذي جرى حتى تغير هذا القانون يا أستاذ عمر الطرف المعترض على الانتخابات يشدد على الدور الإيجابي المفترض أن تقوم به دار الفتوى لا سيما في إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بينما تؤكد الجهة المقابلة أن الانقسام داخل دار الفتوى غير وارد وأن المجلس الشرعي فقد صلاحياته منذ بداية العام الجاري باسل العريضي قناة الجديد